قال النبي صلى الله عليه وآله عن أبي بكر وعمر أنهما غادران حتى توسعاه غدرا أهل الغدر هؤلاء من هذا اللي يروح الآن يخطها على الجدران وعلى المؤسسات أن النبي صلى الله عليه وآله حكم على أبي بكر وعمر أنهما من أهل الغدر وأنهما نواصب لماذا؟ لأنه يقول إن هذا أي علي عليه السلام لن يموت حتى تملياه غيظا يعني أنتم نواصب تغيظان عليا عليه الصلاة والسلام وتوسعاه غدرا ويلقى منكما هنات وهنات مهنات ترى هذا لفظ غلط خطأ هذا شائع يقولون هنات هنات بدون تشديد النون هنات وهنات شن يعني هنات؟ هنات جمع ما يستقبح ذكره عظائم الأمور فضائع أنتما ترتكبان في حق علي عليه الصلاة والسلام وتجداه من بعد صابرا ولا يموت إلا مقتولا شهيدا هذه الحقيقة التي يجب أن تسمعها أمة محمد من فم محمد صلى الله عليه وآله من لسان محمد أن محمدا لم يسكت عن أبي بكر وعمر أي خطيب أي معمم يجي يقول لك إحنا نسكت مثل ما سكت النبي كل صحح معلوماتك النبي ما سكت منه قال لك سكت عن أبي بكر وعمر هذه رواية ترى من الروايات مو فقط رواية واحدة ولاحظوا جيدا أيها الإخوة لاحظوا بحسب منهجيتنا العلمية الرواية هذه موثقة وصحيحة ومعتبرة أعني بالصحيحة أنها صادقة مقبولة اعتبارا لماذا؟ لأنها لو لم تكن هكذا لما حرفت في مصادر أهل الخلاف تفتوا جيدا هذه الرواية مو فقط مروية في مصادرنا مروية في مصادرهم ولكن بعد التحريف والمكيجة عملية المكياج اللي سووا لها هذه بحد ذاتها أمارة على صدق صدور هذه الرواية من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلا ما الداعي لتحريف الرواية إذا ما كانت تمثل قلقا بالنسبة إليهم ما الداعي إذا كان النبي بالفعل قال إن هذا لن يموت حتى يملأ غيظا ويوسع غدرا والفاعل مجهول لو كان النبي بالفعل قال هذا الكلام فقط زين لماذا إذا في بعض رواياتهم حذفوا السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله أو قال لأجله النبي هذا القول وكتبوا وذكر كلاما ليش المفروض أنه هذا الأمر ما يسيو إليهم بشيء لا إنهم ملتفتون إلى أنهم إن أبقوا السبب وهو أن عمر قال وتكلم بهذا الكلام فحتى إبقائل عبارة نبوية على ما هي عليه من البناء على المجهول قد يوصل الباحث إلى استنتاج أن هذا القول من النبي إدانة للقائل لعمر بن الخطاب ولصاحبه الذي غمزه وقال له قم وتكلم هذه الكلمة لو لم يكن هذا الحديث مدينا لأبي بكر وعمر فلماذا حذف اسم عمر من إحدى رواياتهم فقال وأيضا القائل مجهول لماذا ترجمة نانسي قنقر